موسيقى أهلا بكم عزائينا المشاهدين إلى حديث النساء ونناقش لهذه ليلة إعلان الحوثيين أو البنك المركزي في صنع توقيع مذكرة تفاهم مع برصة إيران لإنشاء سوق مالية في اليمن والسؤال ربما الأكبر هل من الإمكان الآن إنشاء سوق مالية وما مغزى هذا الإعلان من قبل الحوثيين أو ربما هناك اتهامات لهم من قبل وزير الإعلام قال أن فكرة من هذا النوع ربما يتهدف إلى سحب الأموال من داخل البلاد وذهب بها إلى إيران حول الموضوع سعودنا نرحب بالأستاذ عبد السلام الأثوري الخبير الاقتصادي المعروف أهلا بك أستاذ عبد السلام أهلا بك أستاذ خير وأيضا نرحب بالأستاذ عبد العالم بجاش الكاتب والمحلل السياسي أيضا المعروف من تعز أهلا بك أستاذ عبد العالم أهلا وسهلا وأيضا نرحب بالأستاذ سلمان عسكر وهو محلل السياسي السعودي سينضم إلينا لاحقا لكن قبل ذلك دعونا أعزائي المشاهدين نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود الستوديو في ظل تجاهل خليجي كام وتعالى سعودي رافض للانخراط في شراكات اقتصادية جادة وفاعلة مع اليمن تمضي ايران عبر مجالات متعددة محاولة السيطرة على كل شيء في اليمن سياسيا وفكريا وعسكريا والان تتجه نحو السيطرة على مفاصل اقتصاد البلد والتحكم بمداخل المال والثروة والسياسات المالية والنقدية عبر ادواتها الحوثية ثم تمفارقة اقتصادية خطيرة على صلة مباشرة في السيطرة على النفوذ في اليمن فمن جهة تسعى ايران للتحكم بمداخل الاقتصاد والسياسة المالية والنقدية لليمن والاستحواد على البنوك والقطاعات المصرفية تحت مسمى توقيع مذكرات تفاهم بين بورصة ايران للأوراق المالية وفرع البنك المركزي اليمني في صنعاء المحتلة واعلانها مؤخرا عن انشاء بورصة حوثية هدفها تطوير آليات وانظمة تقنيات السيطرة على سوق المال والموارد الخاصة والعامة لصالح خزينة الميليشيا ولم تجد وكالة انباء فارس الايرانية حرجا في الاعلان عن فعالية توقيع ما وصفتها بمذكرة تفاهم بين رئيس البورصة الايرانية مع رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء المحتلة متحدثة عن اهم بنود المذكرة التي تتضمن توفير البنية التحتية لانشاء سوق رأس المال الحوثية معلنة عن استعداد ايران لتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية ما يعني السيطرة الايرانية الشاملة والجذرية على اقتصاد اليمن فالاقتصاد مدخل اساسي في توصيع دائرة السيطرة والنفوذ وتثبيت الاحتلال ولم يكن السلاح وتشكيل الميليشيات بالنسبة للنظام الايراني سوى عامل من عوامل بناء النفوذ وتثبيت السيطرة على البلدان العربية ومنها اليمن حيث اخذ الطهران تتجه مؤخرا لاعادة هيكلة اقتصاده ومؤسساته المالية بما يكسب نفوذها العسكرية رسوخا اكثر في المقابل ورغم اهمية اليمن بالنسبة للخليج والسعودية على وجه التحديد الا ان سياستها في اليمن آنية وعشوائية وعبثية التكتفي بتقديم مساعدات مالية وانسانية آنية ولحظية وتنفيذ مشاريع هامشية وغيرة موية لا تتعدى بناء فصول دراسية وترميم مباني حكومية محدودة في بعض المحافظات المحررة عبر مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لاعادة الاعمار ناهيك عن غياب كاملا لاتحادات الغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وهيئات الاستثمار الخليجية في اليمن اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى وقديد الترحيب ايضا بضيوفنا الاعزاء الاستاذ عبدالسلام الاثوري معنا في الاستوديو وايضا الاستاذ عبدالعالم بقاش معنا عبر الاقمار الصناعية من تاعز وايضا الاستاذ سلمان عسكر الذي تضمنين ايضا عبر التليفون من الرياض بداية ابدأ معكم سلمان هل من الامكان انشاء سوق مالية كما جاء في مذكرة تفاهم بين بنك مركز صنعة والبرصة الايرانية حقيقة انا يعني شفت او تابعت موضوع مع الاتفاق الذي قام فيه رئيس البنك او محافظة البنك في صنعة مع برصة طهران في اثارة اعتقد الاثارة بحد ذاتها لا تن يعني ليس لها معنى كبير جدا في طار البعد الاقتصادي اكثر من انها تتخذ بعد سياسي الهدف انه ارسال رسالة اساسية للاطراف الاخرى وبالذات للشرعية بانه نحن ايضا سنمجضي باتقاه عجل يعني او تحقيق استقلالية كاملة في الاطار السياسي والاقتصادي وما الى ذلك وبالتالي كون اننا ذهبنا لجرام مثل هذا الاتفاق انه ما نهدف الاخير لثبات ان نحن نصيط اصحاب قرار لكن فكرة انشاء دول يعني سوق مالية في اليمن في حد ذاتها غير قابل التحقيق في ظل وجود وضع قائم على الصراع وقائم على الحروب وبالتالي ليس هناك استقرار وبالتالي ما زالت اليوم الواقع لا يحتكم اساسا لسلطة القانون ولا سلطة المؤسسات وبالتالي من الصعب مكان انشاء ما يسمى بالسوق المالية في ظل يعني انحدار او انهيار اقتصادي في المؤسسات او الاخر او اكثر من سبعين في المية من الانشطة الاقتصادية تقمدت وخرجت اساسا من دائرة الفاعلية وبالتالي كثير من النشاطات الاستثمارية والاموال هربت وخرجت تبحث عن مناطق امنة للعمل وكثير من الانشطات تقمدت كثير من المؤسسات والمصانع وما الى ذلك الى اليوم تحت اطار التقميد وغير عاملة هناك وضع غير طبيعي لا يمكن ان تنشئ من خلال ما يسمى بالسوق المالية وغير ذلك هذا يتطلب بالدرجة الاولى الى انشاء وضع طبيعي تقوم على يعني نظم المؤسسات وحكم القانون ونظم الشفافية ونظم المحاسبية وايقاد حماية حقيقية يعني لمالكي الاسهم وغيرها هذا الوضع الى الان لم يترتب ولا يمكن يترتب نحن في الفترة ما قبل الحرب وفي ظل الوضع الطبيعي وما الى ذلك تعثرت فكرة انشاء السوق المالية في اليمن لهذه الاعتبارات اللي كانت ايضا ما زالت البنية التحتية وغيرها ما زالت غير متوفرة وغير مكتملة وغير قابلة اساسا للتحقيق في ظل انعدام وجود اطر مؤسسية تحكم بسلطة القانون وبالتالي تخلق ثقة حقيقية وتدير الاعمال الاقتصادية وتدير ايضا ادارة الاموال بشكل شفاف وايضا قابلة على يعني تحقيق رضاء السوق ورضاء المجتمع بحد ذات وهذا الامر الغير كان متوفر و الى الان يعني الامر اكثر تعقيدا ربما يراد كما قلت هي رسالة سياسية والقول ان ايران ستكون حاضرة في المشهد السياسي والاقتصاد ايضا لليمن ربما بعد الحرب الحوثي اريدون يقول انا باقي وربما باقي ايضا الى ما بعد الحرب واستطيع ان امرر هذه الاتفاقات الى ما بعد الحرب حتى بعد الحرب استطيعون الايرانيين الحضور ايضا هولد الايران ايضا افره من المال للتواقد في اليمن والاستثمار في اليمن وما الى ذلك اما المسألة السياسة فقط ورسال السياسة لا 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 الايرانيين يدركوا ماذا يريدون ويخططون وبالتالي يتجهون بشكل واضح الى تحقيق اهدافهم في المنطقة وبالتالي يصبحوا الان هما اكثر حضورا واكثر سيطرة وهم يعني بدواتهم القائمة الان في المنطقة يحاصروا المنطقة في كل من جميع المنطقة وخاصة يعني المملكة بشكل اساسي محاصرة من اكثر من اتقاه من الشمال في الشام وفي العراق وفي مناطق ايضا حتى في مناطق الخليق وفي اليمن صارت تحت اطار الحصار الايراني عندما اليوم تصبح ايران هي المسيطرة ومهيمنة وبالتالي تتغلغل داخل كيان اليمن وتنشئ قواعد اقتصادية وعسكرية وما الى ذلك تكون قد سيطرت على المنطقة اجمالا هذا الامر يجعل الان هذه الرسائل اذا لم يتداركها او تداركها دول بالذات الاخوة السعوديين فهي يعني تساعد على الذهاب لا تحقيق هذا الهدف في فرض وجود السيطرة الايرانية بشكل كبير طبعا الواقع بحد ذاته قائم على حالة من التناقضات الكبيرة جدا داخل المنطقة هناك توقع قائم على دعم استعادة الدولة اليمنية والشرعية اليمنية وما الى ذلك من قبل لكن ايضا الامر يذهب بعيد عن هذا الاتقاح اليوم اللقنة الرباعية التي اصبحت هي المسيطرة والمهيمنة والفارضة الوسائمة لذلك اتقهت الى مناطق اخرى اتقهت الى المهرة وى سقطرة وى باب المندب للسيطرة عليها بينما الصراع الحقيقي هو في مكان اخر وفي مناطق اخرى وبالتالي قعلت المناطق الاخرى تحت سيطرة ايضا النفوذ الحوثي ونفوذ الايراني بالتالي نعم يعني تتجد باتجاه تثبيت النفوذ الايراني في البلاد بالطبع في المستقبل سعوذي ودعنا ايضا نشارك معنا بسرطة عبدالعان البقاش وكيف يكرع ايضا هذه الرسائل الايرانية وفي هذا التوقيت ايران تقول نحاضرة ليس فقط في الجانب العسكري وانا ايضا في الجانب الاقتصادي وتوقع مذكرات تفاهم مع الجانب الهوثي ما هي الرسائل الايرانية في هذا التوقيت نعم بالنسبة للرسائل الايرانية في التوقيت الراهن نلاحظ ان الاعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين برشة ايران والميليشيا الحوثية اتت بعد ايام من حملة دشنتها صنعاء والانقلابيين في صنعاء حملة ممنهقة ضد البنك المركزين وايضا طرحهم بشأن شروطهم لعادة البنك الى صنعاء وهي مناورة مكشوفة لكن الشرعية لم توقع هذه المناورة كما يجب في الماضي كان هنا قبل سنوات فيما يتعلق بالحلول المطروحة لانهاء الانقسام النقدين في اليمن كان وعادة توحيد البنك المركزي كان جزء من الطرح الخارجين نقل البنك الى الاردن حاليا يعمل الانقلابيين وايران بهدف اسقاط ثاني اهم رمز سيادي للشرعية على طريق تصفيتها وانهاء دورها وهو البنك المركزي اليمن وبالتالي اتى الحديث عن توقيع مذكرة التفاهم لانشاء برصة في صنعاء في ظل ظروف واقعية معاكسة تماما وغير مناسبة لانشاء اي سوق يذكر في عاصمة محتلة انما هو ضمن حملة هدفها الرئيسي مزيد من الاطاحة بالرمز السيادية للشرعية اليمنية وبالتالي نعم كما قال ضيفك الكريم في الاستوديو نعم هي في الغالب لها بعد سياسي ولهدف سياسي لكن ايضا كان لهذه الخطوة التي يرسمها الايرانيون كان هناك تصرفات من وقت سابق فمثلا لاحظنا انه في عام 2017 اجهزة الامن في مارب وفي مناطق اخرى ضبطت عملية تهريب لكميات كبيرة من العملة المطبوعة فئة خمسة الف وهي فئة غير موجودة في اليمن والى اليوم لم تقم اجهزة الشرعية بفتح تحقيق مناسب لكشف ملابسات ما وراء هذا طباعة عملة وتهريبها الى الداخل وفي الغالب من ايران مصدرها ايران تم الاجهزة الامن ضبطت كميات كبيرة مليارات من العملة فئة خمسة الف وهي عملة غير قانونية تم طباعتها خارق البلد ومحاولة تهريبها للحوتيين هي سندات اعتقد ان التي غضبت في الجوف ليست عملة انما سندات ورقية تصرف سندات وهناك عملة اخرى في مارب في سبتمبر 2017 تقريبا اكثر من واقعة وهناك ايضا سندات اجمالا اجمالا كما قال ضيفك الكريم ايران تخطط بشكل مبكر ليهدى بعيدة المدى وتعمل في ظل غياب كامل سواء للطرف الداخلي او للاقليم الاقليم مغيب تماما عما يدور ولا يجد اللعب على الطريقة الايرانية معم اذا الفكرة من هذا الخبر هو التأكيد على القول ان البنك المركزي في صنعه هو البنك المركزي اليمني وهو يذهب الى توقيع اتفاقات مع هيئات لنقل اقليمية ودولية مماثلة وانه هو من يمثل المالية البلاد سأعود اليك سعد العالم بقاش في الموضوع الاخر وهو التعهدات المالية الخليجية السعودية والاماراتية تحديدا بعد الاطاحة بهذه التي كانت قد اعلن عنها ستعطى لليمن ولكنها حتى الان لم يعلن عنها او لم تقدم للمجلس القهادة الرئاسي سأعود اليك السيد سلمان عسكر ايضا في هذا الجانب جانب هذا الاعلان من قبل بورصة طهران وايضا مركزي تابع للحوثيين عن هذه المذكرة كيف يمكن قراءتها ايضا في هذا التوقيت الله يسلمك انا في البداية اود ان اشير الى نقطة جوهرية ورئيسية ومهمة وردت في تقريركم بداية الحلقة وعلك عليها ضيفك الاول عندما وصفت البشاريع السعودية في اليمن بالمشاريع الهامشية هذه العبارة ان لا اقبلها ولا يقبلها عقلاء وشرفاء اليمن ولا يقبلها عاقل ما قدمتها المملكة العربية السعودية عندما يوصف بانه هامشي فماذا يقدم لليمن اذا لم تقدم السعودية ما هذا قدمت غير عامل الدول فلذا اسمح لي الاحتجاج على هذه العبارة هذا سنناقشه سلمان سنناقشه في المحور الثاني من الحلقة وهو ما مصير التعهدات السعودية الاماراتية التي وعد بها مجلس القيادة الرئاسي الآن الحديث عن الحوثيين وعن بورسة طهران ايه ايه يا سيدي بلاخر تفضل اسمح لي من حقي اذا كان مشروع سأخطيك المساحة الكاملة للرد على هذا الموضوع في الجزء الثاني من الحلقة تفضل حديثي تفضل فيما يتعلق بايران والبورسة ايران كيف يمكن كراءة هذا الموضوع هل تريد ايران القول انها قد ذهبت بصنعة وبليمن وانها اصبحت توقع مذكرات للمستقبل وانها ايضا موجودة في المستقبل اماذ لا 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 ايران تأذف على الوتر الخفيف او الضاية بتطريحاتها بصراحة الوهمية هي توقع على اوراق مع اصابات ارهابية هذه التواقع وهذه الاتفاقيات لم تكن وليدة اللحظة ولم يكن هذا الاتفاق ان كان بعليا حدث هو جديد في العام الفين وخمسة عزيزي ذهبت العصابات الارهابية الحوذية لتوقع اتفاقيات مع طيران ايران وبواقع اربع طاعش رحلة ايرانية تصل الى مطار صنعاء وكانت حينها تحمل بعض الخبراء والعصابات الارهابية والمعدات والمذكرات وما شبه ذلك هذه الاتفاقيات عندما يريد الحوذيين وهم قبل ايران ان يرعبوا اليمنيين وان يتحدوا اليمن وان يتحدوا هذا الالتفاف الذي حدث مؤخرا للمكونات واحزاب اليمن لمواجهة هذه العصابات الارهابية الحوذية اراد الحوذيين ان يقهروا اليمنيين وان يعلنوا وهذا الانان اتى من الحوذيين قبل ايران اتى ليؤكد بان الحوذيين يعقدون اتفاقيات مع الأدو الأكبر والشرس لليمن واليمنيين مثل هذا الاتفاق وفي الأساس ما هو الاتفاق يا عزيزي دعنا نذهب تحت بند ما هو الاتفاق عندما يكون توقيع مع بيت مركزي منهوب منها أكثر من خمسة مليار ريال لصالح السهيين فعلى ماذا يتم الاتفاق هذا البنك لم يعد يمثل لليمنيين أي مكسب ولم يعد له أي همية ولا أي شرعية أعتقد أنه اتفاق بين جهتين غير شرعيتين أضف إلى ذلك أضف إلى ذلك نقطة أهمة عزيزي بأن هذه الاتفاقيات عندما تأتي لتكهر الشعب اليمني تأتي في وقت يا عزيزي أن تتعي ما أقول جيدا وبيوفك يعوه بأنه تبكى عن عيد الأضحى أكلم من 20 يوم اليمنيين يريدون أن يفرحوا بهذا العيد عيد العرب عيد المسلمين الأضحية إذا كان الأسعار ارتفعت إلى مبالغ وفرضت عليها ضرائب وكل هذا يذهب إلى خزائن العصابات الإرهابية الحوذية اليمنيون كانوا ينتظرون أن يعلن العصابات الحوذية صارهم مرتبات نجدهم يذهبوا إلى توقيع اتفاقيات مع العدو الأكبر لليمن واليمنيين نعم فكرة واضحة أستاذ سلمان عسكر وسأعود إليك أيضا في ما أشرت إليه أنت من حديث عن مساعدات السعودية لليمن وحديث أيضا عن التعاهدات التي كانت قد وعدت بها وعد بها مجلس القيادة الرئاسي نتوقف عند هذه النقطة أستاذ عبد السلام وهي أن هل البنكة المركزية يصنع وهو غير شارعي بطبيعتها هل يوقع مهايات أخرى تجد أنه في حال الذهاب إلى تسوية سياسية أو ما إلى ذلك مثلا ممكن ستكون هذه الاتفاقات ملزمة للبلد لا هذه الاتفاقات لا يمكن أن تكون ملزمة هي بالدرجة الأولى اتفاقية لا معنى لها من حيث طبيعة أبعادها كثير من الاتفاقات أساسا يتم التوقيع عليها ثم أيضا تذهب في الأدراج ولا تقوم لها أيضا أي أو لا يستفاد منها أو لا تتحقق بشكل أو بآخر يستفقد مع الحوثين حتى أيام كانت الدولة قائمة بالضبط هذه المقرد كما قلت لك هي نوع من الاستعراض أننا نستطيع أن نقيم علاقات ونؤسس اتفاقات مع الأطراف مع دول وما إلى ذلك لكن هذا الأمر في الأخير لن يكون له بعد حقيقي لا قانوني ولا أيضا واقعي يعني هي مسألة كما قلت عملة السعرات الاتفاقات التي تبرم أساسا تبرم مع اتفاقات دولية اتفاقات دولية من خلال طرف دولي معترف به مع طرف دولي آخر من ذلك تبقى هذه الاتفاقات لها قيمة يعني إذا مرت بالدرجة أولا عبر البرلمان وعبر مجلس النواب تصبح في الأخير اتفاقات دولة تصبح كقيمة قانونية وبمستوى القانون لكن هذا الأمر كما قلت يعني الحوثين يعرفوا كيف يقدموا رسائل ويرسلوا رسائل بشكله وبآخر من خلال تحركاتهم الداخلية والخارجية هكذا يريدون لا يريدون الآن أي اتفاق لإنشاء سوق مالية في اليمن غير مقدي وغير قابل للتحقيق وبالتالي أي اتفاق في هذا الأمر مجرد فقاع مجرد قانب إعلامي الهدى منه استفزاز الطرف الآخر وإثبات الآخر أننا نحن هنا نحن الدولة ونحن صحاب السيطرة والقرار نعم أشكراك وصلاب السلام الأثوري وسعود لك أيضا في الجزء الثاني من الحلقة والحديث عن التعاهدات السعودية الإماراتية لمجلس القادة الرئاسي خاصة مع حديث أيضا رشاد العليمي عبر تويتر بأنه رئيس مجلس القيادة بأنه يعمل على جلب بعض الدعم من الأشكاء لمعالقة احتاجات المواطنين سواء النفطية أو أيضا من الكهرباء في العاصر المقاطع دون وفي عموم المحافظات المحررة فبقوا معنا أهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة أخرى ومنذ الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي والحديث أيضا عن وديعة السعودية منذ ثلاثة أشهر وكثير من الدعم كما قيل مع الإعلان عن هذا المجلس من قبل دول الخليج بأنه سيكون هناك دعم كبير لهذا المجلس اقتصاديا لكن منذ ذلك الحين حتى الآن لم يحصل لهذا المجلس على أي دعم معلن على أقل مالي من الأشكاء سواء من السعودية أو الإماراتية أو حتى أيضا دول الخليجية أخرى عن رغم أيضا من أن زيارة الرئيس هادي أو عفوا للرئيس رشاد العليم إلى تلك الدول اللي ينقوا القطار وأيضا الكويت والبحر أنه حارص على تعهدات مالية لكن هذه الزيارة لم تخرج بتعهدات أستاذ عبد السلام كيف يمكن تفسير هذا الجانب وهذا الشك حديث عن مجلس قيادة رعاته السعودية تبنته السعودية هو مولود السعودية بالأساس وقيل أنه نقص يكون دعما ماليا سخيا لكن منذ ثلاثة أشهر لم يأتي شيء كيف يمكن تفسير هذه النقرة كيف يمكن قراءتها هذه الحالة هي تعبر في الأخير عن تقييم أو يعني اختبار حقيقي لمصداقية دول التحالف في مسألة الذهاب إلى دعم المجلس وإلى دعم الشرعية إذا كانت هناك قدية حقيقية وهناك ثبات لهذا الموقف معنى هذا أن التأخر والتأقيل يعني يضاعف من المشكلة أكبر ويضاعف من المعاناة أكبر للمجتمع اليمني وأيضا يعني يضاعف من مسألة الانهارة الاقتصادي وخاصة أن الشرعية إجمالا بحكومتها أو المجلس ما إلى ذلك هم تحت إطار التبعية المباشرة لمجلس أو للحلفاء الأمر الآخر يعني المقومات الاقتصادية كلها وكل القوانب الاقتصادية المتعلقة والمؤسسات الاقتصادية تحت إطار التكتيف وبالتالي مقيدة لا تستطيع الحكومة أن تعيد ويعني تفعيل هذه المقالات لا بقدرتها الحالية ولا أيضا بالظروف التي أيضا تحيط بها في الداخل وأيضا بعلاقتها مع الدول الخارج ما زالت المطارات والموانئ تحت سيطرة التحالف أو تحت سيطرات الميليشيات التابعة للتحالف هذا أمر أيضا يجعل التحالف في إطار المسؤولية المباشرة وهو المسؤول المباشر عما آلت إليها الأوضاع إلى ما نحن عليها في مناطق المحررة وخاصة أن ثمان سنوات ظلت الحكومة بعيدة والشرعية بعيدة عن وجودها في الداخل أصبحت أيضا كل الفاعليات أو المؤسسات لا تعمل ولا تستطيع أن تعمل اليوم تريد أن تستعيد وجود هذه المؤسسات ولا يمكن تستعيدها إلا بإمكانية قدرات تستطيع يعني تمكنها من عادة تفعيلها والتوفير الإمكانية المطلوبة لتشغيلها هذا الأمر إلى الآن كان مرهون بالدرجة الأولى بتوفير الدعم الذي تبنته أو وعدت به الأخوة أو الأخوة في المملكة والإمارات للأسف الشديد لا نجد أي تفسير أو أي مبرر للتباطب بتقديم المساعدة مسدر حكومي قال أن هناك تعقيدات تواجه ملف الوديع السودي ما هي تعقيدات كحبير اقتصادي أنا أعتقد أن هذه كلها مبررت وهي ليس لها أي قيمة أساسية أكثر من مسألة وضع هذه حقك للتباطب للتنصل من المسؤولية يعني عندما تم عقد اتفاق الرياضة الأول بين الانتقال والشرعية وما إلى ذلك تعهدوا الأخوة لشقة بتقديم مساعدات وأعلنت الحكومة حينها بأنها ستقوم على استعادة يعني مواردها وبالتالي تتمكن من استعادة مواردها بالدرجة الأولى للأسف الشديد لم تفي لا بتنفيذ الاتفاق الرياض في إطار توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ولا أيضا بتقديم العون المالي والاقتصادي وظلت الأمور إلى اليوم تعيش حالة المعاناة وحالة الانحدار وحالة الاسم اليوم العملة تنحدر بشكل يعني متسارع وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على حياة الناس الأمر الذي سنقول أنه نحن لأخوة لشقة قدموا عون وقدموا عون في إطار وضع الفراغ القائم على الصراع القائم لكن أيضا العون الذي يتطلب اليوم ويثبت حقيقة وقدية الأمر هو نفاذ التعهدات وإلا سيبقى المجلس الذي أنشأه ومعرض للفشل ومعرض للانهيار وبالتالي كما قلنا من أول يوم عندما تم إعلان عن المجلس المجلس إذا لم يتم مساعدته بتقديم العون مباشرة بدون تعقيدات ما إلى ذلك سيذهب إلى الفشل وبالتالي نحن سنذهب إلى الفراغ وهذا هي والواقع سأسألك إذا كان هذا مقصود أم ربما أعراض قانبية لهذا الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي أم ربما أرادوا الحلفاء ربما يصالوا إلى هذه النقطة سؤال لك سلمان عسكر ما هو الهدف من تخليق مجلس رئاسي ووعده بدعم لنقول اقتصادي وعسكري وسياسي ثم تركه له يصارع وحيدا الرئيس أو رئيس مجلس القيادة الرشد العليمي يتوقف الآن في الرياض منذ أسبوع على أمل الحصول على وعود أو دعم اقتصادي نقل وحتى الآن لم نرى شيئا كيف يمكن تفسير هذه النقطة؟ في البداية ما أدري أنت وعدني بالرد على ضيفك هو نفس الكلام يعني هو نفس الكلام أنه الدعم السعودي ما يزال في إطار مركز ملك سلمان أو عادة الإعمار وكلها مشاريع كما تقال يعني في الهامش ليست في الجوهر يعني كاستثمار اقتصادي وما إلى ذلك يعني من الاستثمارات الحقيقة إذا كانت الفكرة غير واضحة لك ما هو الاستثمار السعودي في اليمن مثلا لنقول هذا السؤال يعني من وجهة نظرك سيدي هل يعتبر مركز الملك سلمان ما يقدم في اليمن أمره حامشي؟ هو إغاثي يعني الحديث عن الاقتصاد اسمح لي سلمان الحديث عن الاقتصاد ثمت مشاريع إغاثية وهو يعمل فيها المركز سلمان يعني يعطي كيستمر لكن الحديث عن الاستثمار الحقيقي هذا بمليارات مشاريع اقتصادية مطارات موانئ هذه ما تسمى الاستثمار الاقتصادي الجوهري أعطيني المجال أجاوب أولا مركز الملك سلمان قدم 17 مليار لهذه المشاريع لم تقدمها دولة في الأرض ما هي هذه المشاريع التي تصوب في الخانة الاقتصادية؟ اسمح لي بما أنك استضفتني حتى لي مجال أتكلم بما أعرف تفضل لا ما أعرف أنا لا أستطيع أن أتكلم إلا بلغة أرقام المالذين يستطيعون أن يبربرون على السعودية ويشوشون فهذا لن يقدم ولا يؤخر أنا أتكلم بلغة أرقام ما تم مؤخرا يا عزيزي من التوقيع يمكن قد لا يعلم عن هذا الجميع وهو رحبت به من الضمات الدولية وهو مشروع مسام في اليمن لعامه الخامس هذا المشروع يا سيدي الذي نزع أكثر من 346 ألف لغم أرضي هل هذا مشروع هامشي؟ دعني أذهب إلى استعادة وتاهيل الأطفال المجندين في اليمن الذين جندهم الحوثي وعبث بعقلياتهم وأفكارهم وتم إعادة تاهيلهم هل هذا مشروع هامشي؟ هل ما يقدمه المشروع للتعليم في اليمن هو مشروع هامشي؟ هل بناء المخيمات وإن كان النازحين من صواريخ الحوثي والقنابل والألغام هو مشروع هامشي؟ يا عزيزي أنا لا أريد أن أعلق على ما يقدمه المركز أو ما تقدمه المملكة العربية السعودية هل ما تم تقديمه كعشا للبنك المركزي في اليمن هو مبلغا هامشيا؟ يا سيدي أنا أريد فقط أن أتكلم بلغة أرقام فقط المملكة العربية السعودية عندما تقدم شيء لليمن فهي لا تحسب ولا تسجل ولا تريد من ذلك أذن ولا منة ولا تنتظر من أحدا أن يمتدح هذا المبلغ أو ذاك بالنسبة لسؤالك أو ما قدم أو ما تم الوعود به من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لليمن فأنا أرفع العقال والغترة مثل ما كافة اليمنيين الشرفاء يقدرون بأن ما تعد به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هو أمر حتمي وسيحدث وكل ما وعدت به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية تم سواء كان من خلال دعم البنك المركزي أو دعم المشاريع القائمة في اليمن أو توضيط اليمنيين أو صرف مرتبات أو غير ذلك لكن من يحاول أن يشكك في هذه الأمور فأنا أضع له سؤال واحد فقط ماذا قدمت إيران لليمن غير تلك الفواريخ التي تتجاوزت أكثر من مليون ومئتين هي إيران بالإجماع سيئة لكن هل يعقال أن الحليف أيضا يكون بنفس أو أقل سؤال من العليف على الأقل يا عزيزي الحليف قدم لليمن الحليف هو أول من استجاب دعوة الأخوة الشرعينية لإنكادة من الإطلاقات سلمان أنت تفك بأن العودة التي رطيت لمجلس الكادة الرئاسية أنها ستأتي إذن لماذا تتأخر يا عزيزي الأمر ليس بمجرد أن تأخر وما تأخر المجلس الكيادي كم له منذ تم اختياره الآن يعني كمله سنتين سنة لم ينضي عليه ثلاثة أشهر إذا كان حتى الأسبوع الماضي لكرابة شهر والدكتور رشاد العليمي يقوم بجولات متفاوتة بين دول الخليج ودول المنطقة هذه الزيارات التي أنا بصراحة أعتبرها الأولى من نوعها يعني منذ سقوط العاصمة الصنعاء بهذه العصابات الإرهابية أول جولات تتم بهذا الشكل السريع والدعوات المتسارعة لتنظيم الأمن في عدن وتوحيد طفوف الجيش ومحاولة الدعم البنك المركزي هذه التحركات هل نصفها بصراحة بالهامشية أو الغائبة أو القليلة؟ أبدا الدكتور عادل وفريق رشاد وفريقة يقومون بأعمال بصراحة جبارة في فترة زمنية قليلة جدا لم تتجاوز الشهرين بالنسبة للوعود التي قدمتها المملكة العربية السعودية فليست مجرد وعود شفرية هي التزامات المملكة العربية السعودية ملتزمة دوما وأبدا بموقفها مع اليمن مثل ما هو الحال لدولة الإمارات العربية المتحدة هل سلمت هذه الإلزامات؟ أنا بصراحة لا أود أن أدخل في التفاصيل ليس لدي معلومات عنها ولكن ما أجزم عليه بأن المملكة العربية السعودية دائما لا تعد نعم إذن إن وعدت ستفي وإنت أخرى فكرة واضحة سلمان أنت تجد أنه لا 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 اتفح لي بنقطة مهمة لو سمحت لازم أوضح فكرتي المملكة تقدم قبل أن تعد وتعطي قبل أن تلتزم المملكة العربية السعودية ما تقدمه الآن لليمد وتحديدا ليس من العام 2015 من قبل ذلك بالسنين ولكن منذ دعوة استجابتها لدعوة الرئيس هادي السابق قدمت لليمن أبعاد ما يمكن أن يقال أو يوصف أو تسجله الأرقام هذا كما أثرت لك لا يراد منه جزاء ولا شكورة هو في الأخير حق مشهور للجيرة والشعب اليمني الذي وبالصراحة لا يزال يعاني من نيران ولوعات الإقتصاد الإيراني نعم الأستاذ سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي شكرا لك وفكرتك واضحة بأن السعودية إن وعدت ستفي وهي تعطي أيضا قبل أن تعد أستاذ عبد العالم بجاش أذهب إليك أيضا بهذه السؤال كيف يمكن تفسير تأخر هذا الدعم الذي وعد به مجرس الكادر الرئاسي ما من تفسير سوى أن الأشقاء السعوديين يبدأون خطوة بشكل قيد لكنهم لا يتمونها الرئيس العليم في الرياضة منذ أيام وهناك معلومات تشير إلى أنهم مستاء إلى حد ما مع قليل من الشعور بكما لو أن الأشقاء الخليجين دفعوا به إلى الواقهة ودون القيام بالخطوات أو بالتعهدات التي التزموا بها ومن ذلك ثلاثة مليار دولار وغيرها في الوقت الملائم هم فرضوا اشتراطات وإقراءات طويلة في حين أن لا يستطيع أيضا أحد إنكار دور السعودية وإسنادها لكن لا يوازن الحرب العبثية التي تعتمد عليها إيران في اليمن تعتمد إيران بالدرجة الأساسية على إفشال الشرعية اقتصاديا من أجل زيادة التذمر الشعبي في مناطق الشرعية للقول أن هذه الشرعية غير ملائمة للحكم وأن الأوضاع في مناطق سيطرة الإنقلابيين الموالين لإيران هي أفضل بكثير وبالتالي فإن القانب الحرب التي تشنها إيران على الشعب اليمنين هي في الغالب اقتصادية ولماذا لا يكون أن هذا الهدف هو هدف إيراني هدف حلفاء أيضا هدف إيراني سعودي إماراتي أيضا نفس الحكم حوله إفشال الشرعية قد لا يكون هدف مشترك لكنه أقرب ما يكون إلى غياب الرؤية لدى الأشقاء في سعودية والإمارات نعم يبدو الوضع غياب الرؤية الاستراتيجية الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بمصالحهم من تنفيذ تعهداتهم والدفع نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق مثلا بملف كهرباء عدن فيما يتعلق باستقرار الوضع للبنك المركزي اليمنين وتمكنهم من السيطرة على السوق المصرفية في الداخل وتمكنهم من مواقهة العبث التي تديرهم الميليشيات الموالية لإيران ومضاربتها بالعملة بهدف إفشال الشرعية وإفشال التحالف وبالتالي هناك نقاط محددة كان يجب على التحالف على الشقاء في السعودية وفي الإمارات دعمها بكل قوة وليس إبطاءها ومن ذلك إعادة القطاعة الإيرادية كالنفط والغاز وفرض استقرار الإيرادة في هذا القانب وأيضا دعم كما قلت البنك المركزي وكهرباء عدن بشكل كامل انتصار الشرعية اليمنية في تثبيت الأوضاع الاقتصادية هو انتصار للحلفاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وبالتالي إخفاقهم في هذا المقال هو ليس فقط إخفاق للشرعية وإنما هو إخفاق للتحالف نفسه في إطار حرب اقتصادية يشترط بالحلفاء النظر إليها ببعد استراتيجي وخاصة المملكة العربية السعودية لأن لديها مشروع طموح وهو رؤية السعودية 2030 لا يمكن أن تنقح في رؤية عملاقة لبناء مشاريع عملاقة وقارك الحرائق تشتعل في عمقك الاستراتيجي لا يمكن استحالة أن تنقح عبد العالم بقاش الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك نحن دائما اسمحوا لي أن أقول هذه الفكرة نحن دائما نقارب مصالحة السعودية مما مصالحنا نحن يعني نقول لا يمكن للسعودية أن تكون أفضل واليمن في أسوأ لكن ربما السعودية تنظر بشكل مختلف عنه وتقد أنه السعودية أفضل في حال يكون اليمن هو أسوأ إذا رسول الله بالسلام للثوري ما هو التالي الآن يعني قضاء على الشرعية أو نصف قضاء على الشرعية بإزاحة هذه ومثل من بقلس رئاسي الابتعان به هو تركه وحيدا يسارعه وحيدا في ظل الظروف لنقل سياسية وعسكرة وإكتصادية صعبة ما هو الهدف ما هو التالي هو يشوف بدأت الأمور تلوح أكثر عندما تم أيضا يعني عدم السمح للشرعية أن تستقر في الداخل خلال الثامنة السنوات وإنشاء ميليشيات مدعومة وبديل عنها وبديل عنها وتفرض السيطرة في الواقع ومثل شرعانتها أيضا وبالتالي أيضا خلق شرعانة لهذه الميليشيات عندما تم استفاق كل هذه الوقائع أو هذه الشروط تنتقل الأمر إلى حالة قديدة تتمثل بتحولات قديدة في شكل نظام الشرعية أو في كيانة الشرعية بتشكيل مجلس رئاسي جمع فيها كل النقائض الأساسية فيه وبالتالي تم هذا التشكيل المجلس على أساس أن يكون أساس لتوحيد هذه الكيانات ليمثل قوة قديدة أو إطار قديد لقوة الشرعية لانتقال لشكل آخر هذا الأمر كان محل ترحيب كبير جدا من قبل المجتمع اليمني بمعنى أن هذا التقاه سينهي مسألة الصراعات البينية القائمة داخل مكونات التابعة أو في إطار ما يسمى بمعسكرة الشرعية لكن عندما الأمر اتقاه إلى مسألة الآن يعني عدم دعم المجلس وتقديم الدعم والعون الأساسي للمجلس وللحكومة في هذه الظروف وخاصة في ظروف حساسة وظروف صعبة جدا يعني أوضاع اقتصادية عالمية معقدة وأيضا ارتفاعات عالمية كبيرة جدا وفي نفس الوقت أيضا حالة التضخم في الداخل التي أيضا أنهكت الشعب اليمني وأنهكت كل القدرات وقدرات الفرد والمجتمع والأفراد جميعا كل هذه أيضا تمثل عبء مضاعف وكبير جدا على المجتمع اليمني وفي نفس الظروف ترتفع أسعار النفط وتدخل مداخل جديدة وكبيرة جدا لدول التحالف التي أيضا هي السند الأساسي الذي اعتبرت نفسها الراعي الأساسي للشرعية تدخل لها مداخل كبيرة جدا وفي نفس الوقت تنظر إلى حالة الواقع اليمني ولا تمدها بالإمدادات المطلوبة وتفرض ما يسمى أو تضحق جديدة تحت ما يسمى بمسألة الإصلاحات المطلوبة الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن تتحقق بدون سلطة إذا كانت أدوات السلطة والعنف هي بدأة والسلطة مفرغة أساسا من كيانتها وإمكانياتها الأساسية وحواليها أدوات فوضى وأدوات وخلطتها أنت وأنت الطرف الأساسي الممويل لها وبدون أن تتقدم على الأقل في تعزيز فكرة استعادة الشرعية وإبعاد هذه الأطراف أو توحيدها في كيان واحد تحت طارب وسمى الدولة فبالتالي أنت تذهب إلى تفكيك البلد وتساعد على تفكيك البلد وتذهب إلى حالة فراغ كما قلنا نعم إذن تجد أن السعودية ستذهب إلى القضاء على هذا المجلس الذي خلقته هي من خلال تركه وإذا لم تقدم العون المطلوب في هذا الظرف فمتى ستقدمه إذا لم تستعقل في تقديمه في هذا الظرف هذا الظرف هو الذي سيؤكد مشروعية هذا المجلس ويحقق للدورة السعودي أساس في تثبيت أو في دعم مشروعية هذا المجلس الذي أيضا الناس انتظرت إليه وتنظر إليه بشكل يعني يعزز ما سألت الثقة باستعادة كيانة الشرعية ومن خلال هذا المجلس ستستعيد وجود الدولة وهو المجلس ربما ينظر إليه كأنه مجلس سعودي بغض النظر حالة الوصاية التي تحت إطار الواقع وما إلى ذلك الأمر يعني الأمر مرهون بالدرجة الأولى في تحقيق الدعم وبدون هذا الدعم معنى الأمر ستفضي إلى وضع آخر معنى أنه ستكون الاتقاه باتقاه تسليم الواقع للميليشيات نعم نساء السلام على الثوري الخبير الاقتصادي وأيضا المحلل السياسي شكرا لك شكرا لك معنا هذا المساء كما أشكو أيضا أجزاء المشاهدين بسبب العلم بالجاش الكاتب والصحفي كان معنا أيضا من تاعز وأيضا الأستاذ سلمان عسكر والصحفي والمحلل السياسي أيضا السعودي كانوا معنا عبر الهاتف من الرياض وأشكركم بطبتها للزام شهدين على أمل لقابكم في حلقة أخرى من حديث المساء وفي أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر